يعني مثل أي مدينة رئيسية في أوكرانيا الحد الآن الروس ما قدروا سيطروا على مدينة ويعني أنه تم أخضاعها الآن المعركة لا تعني أنه إذا طوقوا مدينة وفرضا استسلمت أو انسحبت القوات العسكرية هذا لا يعني الأخضاع وهذا جوهر الشيء الذي يخاف منه الروس أو يخاف منه واتين الذي حكيته بالبداية ظهور المقاومة يعني أنت ممكن تدمر وتحتل لكن إذا ظلت إرادة المقاومة وروح المقاومة وجودة فعمليا المستقبل ينظر بمخاطر كبيرة لذلك هو يريد أن يتبع ما وهنا يعني عذرا يعني أنه دائما نجيب أمثلة من الحالة السورية بالحالة الأوكرانية لكن هذا ما شاهدناه في سوريا المناطق العصية على النظام الرافضة للروس تم تسويتها بالأرض بمعنى تهجير سكانه وأخراجهم خارجي للمنطقة ككل لضمان أنه هذه المنطقة صارت لهم فنفس الشيء الآن هو يريد أن يسيطر على مدينة لكن إذا بقي فيها سكانه وعمليا هذول السكان رح يكونوا شعلة مقاومة ورح تألموا كثيرا خاصة أنه جيشه ببداية انتشار الآن وبوضع يعني غير منظم وحالة فوضوية ونقص باللوجستيات فراح يكون مؤدي للغاية إذا حاولي سيطر على المدينة بسكانها وراح يكون شبه مستحيل بمانا